بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري بارت ايت اناليسز اوف فلانجد سيكشن ايه هو الفلانجد سيكشن احنا عارفين لما بنيجي نصب السقف والكاميرات اتزا سيم طايم بنسمي الحالة ديات مونوليسك بور يعني بنصب الكاميرات والسقف مع بعض اتزا سيم طايم طيب ايه اللي بيحصل في الحالة ديات الاسلاب اللي عندي زا ما احنا شايفين فيه جزء منها بيشتغل كما لو كان انه فلانجة للبيم اللي عندي سواء كان في حالة التي سيكشن والتي سيكشن دوت بيحصل لما يبقى فيه بلاطين من الجاعتين الالي سيكشن لما يبقى فيه بلاطة من جاعة والجاعة التانية ما فهاش بلاطة طبعا ديات بلاطة وان وي بمعنى ان الحمل اللي عندك رايح فين رايح في الشورت دايريكشن طيب عندنا كاميرا اهيت الكاميرا دي طبعا ده ايزومتريك ليها بيقولك شكل اللي كراكس اللي موجود في الكاميرا اللي هي التي بيمز طبعا شكل اللي كراكس بيعتمد على شكل المومنت بمعنى لو انا عندي كاميرا كونتينيوز يبقى ده توزيع المومنت اللي عليها يبقى هنا الجزء ده فيه تانشن الجزء ده هنا فيه تانشن الجزء هنا ده فيه تانشن يبقى في الحالة ديات دي منطقة اللي كراكس اللي ممكن تحصل نتيجة المومنت اللي عندك اهو موجود عندنا اهو دي منطقة تانشن ادي موجود كراكس اهيت ادي اللي كراكس ادي عند الصبورت من فوق نفس الكلام هنا يبقى هنا اللي كراكس مرتبطة بالمومنت يعني بمعنى ان يجيب فيه مومنت المومنت دوت يؤدي الى تانشن التانشن دوت بيؤدي الى كراكس طيب ده سيكشن واحد اللي هو موجود عندنا اهوة سيكشن واحد ده فيه حالة ايه هي ان عندنا هنا منطقة الكمبريشن اقل من السيكنس بتاع السقف يبقى في الحالة دي بنتعامل مع السيكشن على اساس انه ريكتانجلر سيكشن طيب نفس السيكشن لو منطقة الكمبريشن اكبر من السيكنس بتاع السقف اللي هو تي اس يبقى في الحالة دي بنتعامل معاه على اساس انه تي شابد سيكشن طيب Section B Section B دوت المومنت فوق يعني حديد التسليح بتاعك فوق يعني منطقة الضغط تحت يبقى ده برضو بنسميه Rectangular Section يبقى ده Tension Steel هنا ده Tension Steel هنا ده Tension Steel اللي موجود هنا ده Compression Steel ده Compression Steel ده Compression Steel طيب ده Section بتاعنا اللي دايما بنشتغل عليه في الحالة اللي هي T-Section هنا هنلاحظ حالتين لما نيجي نشتغل عليهم هل منطقة الكمبريشن عندي هتبقى موجودة في الفلانش ولا هتوصل تبقى موجودة في الويب اللي عندي طبعا لو موجود جزء منها في الويب يبقى بنشتغل على اساس انه T-Section لو هي موجودة فوق هنشتغل على اساس انه Rectangular Section وطبعا ده بيختلف في الـ Design طيب طيب دي رسمة هنا بتوضح لي ما يسمى بالبي افكتف ايه هي البي افكتف هي المسافة اللي موجودة في الاسلاب وحاخدها معايا على اساس ان انا اصمم الـ Section دوت على اساس انه T-Section فعندنا حاجة اسمها البي افكتف والبي اللي هي المسافة من الـ Center للـ Center و L اللي هو اللي سبان بتاع الكاميرا يبا احنا دايما محتاجين نعرف البي افكتف البي و اللي سبان بتاع الكاميرا طبعا بي دابلو لا الويتس بتاع الويب بتاع السيكشن اللي انا اشغال عليه يمكن الرسمة ديت فيها تفصيل شوية ادي منطقة الكمبريشن اهيت دي المسافة اللي هي البي افكتف ممكن نفصلها لمسافتين المسافة ديت اللي هي البي افكتف مينس البي ويب على اثنين من الناحيتين ويفضل عندك المسافة ديت اللي هي البي ويب طبعا البي اللي هي المسافة المقصود بيها من الـ Center للـ Center بتاع البلطات اللي محوطة الكاميرا عندك اشتركوا في القناة